اشتركوا في القناة سلط صياغته فهو من فعل بعدة فعل تلاتي متصرف تام مثبت وقابل للتفاضل ايضا الجملة الثالثة اخترقت من السفينة الفضاء باسرع ما يكون اسم التفضيل هو اسرع الفعل السرع ايضا صياغته فهو فعل تلاتي متصرف تام مثبت وقابل للتفاضل الجملة الثالثة وكلما اقتربنا من القمر صار اكثر لما عانا من الشمس اسم التفضيل هو اكثر ايضا هو من فعل كثرة فعل تلاتي متصرف تام مثبت وقابل للتفاضل ثانيا اعين التوكيد الوارد في الجملة الآتية وأبي نوعه وكان هذا الصاروخ عينه ذا وقود كيميائي اذا التوكيد هو عينه وهو توكيد معنوي والتوكيد المعنوي كما عرفنا سابقا هو الذي يكون بألفاظ العين والنفس وجميع وكله والمؤكد هنا هو الصاروخ الصاروخ عينه يعني عينه هي التوكيد المعنوي ثالثا املأ الفراغ الموجودة في الامتلة الجملة الاولى صافرنا في الطائرة نفسها الى باريس والجملة الثانية استعمال الطاقة المتجددة افضل للبيئة من استعمال الطاقة غير المتجددة الجملة الثالثة التلميذات فهو جمع مؤنى السالم كلهن مجتهدات واخيرا هل ترى ركوب الطائرة اكثر امتاعا للنفس من ركوب السيارة رابعا املأ الفراغ الموجود في النص بما بالكلمات الاتية هنا عندنا تعتمد الطاقة المتجددة جميعها على الموارد الطبيعية النظيفة كالشمس والمياه والرياح واكثر ما يميزها كلها هو اعتمادها على موارد دائمة وغير قابلة للنفاذ خامسا اركب نصا يتكون من خمس جمل ابين فيها فوائد استعمال الطاقة النظيفة وإيجابياتها مستعملا اسم التفضيل وتوكيدا معنويا اكثر الطاقات المتجددة اكثر نظافة من الطاقات التقليدية فهي تقوم بتخفيض الانبعاث الحراري والطاقات المتجددة جميعها غير مكلفة ماديا هنا اسم التفضيل الذي استعملنا هو اكثره والتوكيد المعنوي هو جميعها وبالتوفيق لكم ان شاء الله شكرا